اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من يكون رسولا لملك من ملوك الدنيا يوفر الملك اسباب الحشمة والجاه من الخدم والحشم والضيعة والمال والابوهة او الهيبة والاهتمام الزايد اللي يحصل للملوك والجلال وغير ذلك وهو يمشي في موكب من الحرس والمرافقين واصحاب العز والشرف فما بالمحمد يدفع في الاسواق للغمة العيشين يدعي انه رسول الله يعني باقتصار قاعدين يقولوا شنو يعني دي مدر رسول الله ملك قلق بابو وملك قلق بابو وملك هيني لازم حشمت هالاقلبو وحشم وخدم ومال وهيبة واهتمامات والجلال وسلطان وموكب وبلغيس وحرس بدوح ومرافقين ووزراء ومعنقبين وشرفاء وهالعز بلومتو متابعو اللي كل اللي يقلبو اللي كل هيلمانات شرطات جيش قالي اللي كل العلبو كوراسول قبيو كوما نقبي اللي كل يقبين انت اللي انت مسلنا دي باسوك كابسة لكا دي باسوك شقة لكا قال لو ما تعيش من عركة قلت بلا مسلنا الشقة مسلنا تودي مسلنا تلبسك مسلينة هير وديب اسواق مسلنا لكا اللي صفاتنا رسوليكو رسولو قابعكا ملوك وقبعك بيلو والله سبحانه وتعاله يعني ردد يبهم كبيلة لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا عمان لنفس الگيه تهم اللي بول علوته ربي الله تهم لو لا أنزل إليه ملك من العلم نتكرب أكو وقيسه وسدي ملائكة وسديد باك وسديد تو ومسلو نذير وقبعه إنسان إنزار للهيب وكمان كنوز من ناحستر وتكريد ديبو وحدائق وجنان ومزارع واللو غاليكة وهالل أقلو منها وبلعاه وإلي كله لألبو ناس سحر لبيد ديبو مسحورتو غلو تتبع عليكم وباكلت قيسه اللي يكن بيلو لم يتمع غالي عزلو ولم يتمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الحق والإيمان وكلمة العدل وكلمة العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى الأقلو يسمعون ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى جميع أنواع البشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى جميع أنواع البشر سقيرهم وكبارهم وصقارهم وكبارهم وضعافهم وأقويائهم وأذنابهم وأشرافهم وعبيدهم وأحرارهم فلو حصل له ما تقدم من الأبها الدارين هم ممديل الاهتمام والهيبة والجلال ومواكبة الخدم والحشم والكبار لم يكن يستفيد منه أو لم يكن يستفيد به دعفاء الناس وصقارهم وهم جمهور البشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كمهته من حدو قبي ومن على إنسان حتى فئة ليطة مخصوص من قبي لا دعاف ولا نعيش ولا أنز ولا طبعة ولا حبود وإلي كله ويستفيد منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كافة كافة الناس عامة الناس كله المخلوق والمخالق قلوم اللي أكتو ورب العالمين اللي دبام لأكيو إشان كده كله اللي أستفيد منه والدعوات اللي نايو كله تستهدف للأنس ولا طبعة ولا نقوش ولا عبي ولا ضعيف ولا غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس كله تستهدف وكله تحدي وكله تتلاكي وكله تمرح وعدل كله توده ودعوات دبام لكله تتوجه إشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي اهتمامات واللي عز واللي فخفخت والحاجات أكتر من اللازم وزيادة كتبنا لحد وعلو النبي شاق بي على وي على قلوني وهم جمهور البشر وإذن لفاتت مصلحة الرسالة مصلحة الرسالة وحلفت على رصفه لعقباني ولم تعد لها فائدة تذكر ولذلك أجيب المشركون على طلبهم هذا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكفي لدحد شبهتهم هذه أنه رسول والذي طلبتموه له من الحشمة والجاه والموكب والمال ينافي تبليق الرسالة في عامة الناس بينما هم مقصودون بالرسالة فلما رد على شبهتهم هذه تقدموا خطوة أخرى وأخذوا يطالبون بالآيات عنادا وتعجيزا فدار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقاش وحوار وسنأتي على شيء منه إن شاء الله هذا يبلغ باطرام هل لنا حتى كم سليقوا هذا يعني آيات طلبهم أو معجزات طلبهم وحياة خوارق للعادات طلبهم أو حياة مستنكر ليت قبي أشياء ولا يهل ليت ولا يتسأي وديباه ليت خطر لطلبهم أو كل إعجازته كفوته وتمنط طلبه وما حصلة ديباحة قد تمطي مسدني رأيي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة